السلام عليكم كديرين تمنى كلكم تكونوا بخير على خير ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة اليوم ان شاء الله هنقدم معكم لي مغنوم اللي سهلين بزاف مهم انا يدي جا صابتهم بقى شايت لي واحد شوية ديال لا جنواز صابت الكيكا صابت عفوان الجنواز وملي شايت ليه او لا شيطة ديال الكيكا سوف تتخذوها بحلاكة وتددو لشياد الكريم او لضانون ضانة شوكولات او لضانة كاراميل مهم تمالي عجبكم انا ستلغي شوية ديال الكريم سوف نعجنها مزيان على هذا الشكل ديما اي شيطة اشاط لكم في الكيك او في الكابكيك او الجنواز ما تلوحواش خليوا او غا تصوبوا اللي مغنوم لصراحة يجوز وين وخاتي يخصكم تشري السيليكون ولكن تينفع سراحة اخدو راتامن ولو ده بقت مينة مناسبة وقوفيهم الاشكال انا اخديتها تشكيل هذا كما تتلاحظوا المدرج سوف ناخد العجين ديال لعجنت ديال الكيك سوف نحاول نعمر هادك السيليكون ديالي يعني الطريقة ساهلة بزيف انتوما تحاولوا تساوموه مزيان باش يعطوكم هادك الزواقة سافي غادي نمشي لات الشكل هاده حتى تنسالي نعمر السيليكون ديالي كامل وغادي نديروه في تلاجة واحد شوية واحد عشرات دقائق تقريبا غير باش يشد العجين راسو تاب انتي تايي تتساعدني يعني كما تتلاحظوا الطريقة سهلة بزيف وتيجوا خطيرين تعجبوا الوليدات صافي غادي ناخد العويدات انا كما تتلاحظوا اخذيتهم في الالوان تيتباعو كين اللي بغا ياخدهم غير خشب عادي ولكن صراح هاد الوينت تعطيوا منظر زوين وورا نستمن نستمن ديال ديال الملونين ديال العاديين لو قاعدتوا للفيديو اللي قبل من هذا ارا غادي نتلقوا حاطا ليكم المنتوجات اللي اخذت ديال عيد ميلا ديال بنتي وتلقوا الاتمينتها اذكرت لكم الاتمينة باش اللي بغا ياخدهم يكون عارف الاتمينة صافي انا ساليت كما تلاحظوا نضيف بعض الأفضل اضيف الوقت من المعلومات سوف نضيف نضيف من المعلومات درس كيف ترسط سوف نضيف من السليكون سوف نضيف المعلومات ستابعوا الفيديو تال اخير سوف تابعوا الفيديو تال اخير سوف نضيف تلاجة سوف نضيف تلاجة سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف تلاجة السيليكون حتى يقومون بالدخول سوف نضيف تلاجة نضيف بشروط نضيف ببلاد انتوما انا رديجة هذه حيتها يعني كما تلاحظوا رسالة هي تتزو تتحولوا تتعو واحد شوية تتخرج لكم العود انتوما يعني الطريقة رسالة بزف تيجوا صراحة رائعين وكين كما قلت لكم السيليكون للعادي اتباعوا انواع السيليكونات كي اللي هادي سوف ناخد شوكولات تنزيد معاها واحد شوية ديال الكريمة وتنديرهم حتى تتغلى وتندير عليها الشوكولاتة يدوب سوف نبعد تنديرهم في واحد الكاس ليكون غارق على هات الشكل سوف نحاول نغتص فيه لمقدوم دياولي نحاول اقطروا شوية من الشوكولات وتنحطهم فوق السلوفان اللي فرشت فوق البوتاجي اللي بغا تدير الشوكولاتة اللي بيت تديرو يعني تيبقى لكم الاختيار نتوما نعود معاكم هادي طريقة رأساهلة و بسيطة طروا تخليهم يقطروا و لا تديرهم شوكولاتة و لا تديرهم شوكولاتة تقولوا نحطهم في شوكولاتة يقطروا لا راتي يلسقو لكم و غادي يخسرو غايل يلسق الشوكولاتة في هذه الشوكولاتة و غايخسرو ما الأحسن تحطهم فوق بلاستيكه او لفوق السلوفان ضروري باش منتا تبغيو تنشفو تدهزوهم تكونو سهلي هانتوا ما شوفوا معايا هاتي اللي ورد اللي قتلكم من قبيلة جلعود جاباين ولكن ماليج انا غادي نضغط الشوكولة ما يبقى شيبان لك شرية قلت لكم ما تضغطوش على العودي يمشي للجحت حاولو يمشي مقاد غيب شوية يعني تخشو العودي بشوية صافي انا غادي نمشي على الطريقة هذي حتى تنسى لهم كاملين وبالنسبة لتزين يعني يتبقى عليكم اختياري كل واحد غادي يزينهم بالشكل اللي هو باغي وبدك الشي اللي بتوفر عنده في المنزل دياله يعني كل واحد واشو متوفر عنده وكل واحد غادي يزين بدك الشي اللي هو باغي بالنسبة لي انايا غادي نستعمل الكاراميل غادي نستعمل لاصوس ديال الكاراميل عفوا نسمحوا لي أرجع للفيديو مهم من بعد ما تنسى لي كي ماشتو الشكولات كامل تناخد لصوص ديال الكراميل أنتوما تنستعن بلصوص ديال الكراميل هاد لصوص هدي تنصو بغي في الدار لتجيز صراحة خطيرة دبا ان شاء الله ننزلها معكم في فيديو سوف نديرها في واحد الورق اللي أنا يدرتو كي ما تتلاحظوا على شكل المثلس وغنقطعو من اللي تحت نقطع ليروية شوية من اللي تحت او لا تستعنو بلاستيكا سوف نحاول ندير خطوط خطوط بالكراميل او لا تدير خطوط بالشوكولاتة البيضاء يعني كل واحد كي ما قلت لكم غادي زيين بالطريقة اللي هو باغي سوف نجيب دوك الحوبيبات الملونين سوف نحاول ندير الحوبيبات ملونين سمحوا لي يارا الفيديو تقطع لي ما لقيتوش عندي ولكي را تنظم كل شي واضح صافي من البعد ما غادي نزوقهم بدوك الحوبيبات غنو نقدموهم في الطابق تقديم ونتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم إلى الإعجاب ديالكم وإلى أعجبكم ما تنساوش تقابونوا عندي في القناة وتبرتجوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب ديالكم نتلقى ان شاء الله فيديو جديد السلام عليكم